موسيقى تواجه عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أفاقاً مزدودة تطورات غيرت الكثير من الوقائع خاصة على سعيد الإقليم وقرارات واشنطن الأخيرة حل القدس والأنروا كلمة تاريخية للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي عرض فيها رؤية جديدة لعملية السلام تشمل آلية متعددة الأطراف خطاب الرئيس الفلسطيني جاء في وقت تواجه فيه عملية السلام مأزقاً مركباً للحديث حول كل هذا وحول أفاق عملية السلام يسعدنا يكون معنا في هذه الحلقة من حديث خاص معالي وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي أهلا بكم معالي الوزير معنا اليوم خطاب للرئيس الفلسطيني محمود عباس تحدث فيه عن آلية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية هل هناك إمكانية لآلية متعددة الأطراف في الوقت الحالي برأيك؟ بتأكيد لا يجد هناك أي خيار آخر نحن كنا نتحدث منذ فترة طويلة عن آلية متعددة الأطراف بدأت ببداية المفاوضات الفلسطينية الأسرائيلية وبرعاية دولية ثم انحصر كل ذلك ضمن إطار الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت هي الراعية الوحيدة وبشكل حصري هذا لم يعد مقبولا بالنسبة لنا كفلسطينيين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب بأن القدس عاصما لإسرائيل وبنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تلبي إلى القدس بمعنى آخر أن هذه الإدارة الأمريكية لم تعد مهيئة أو مخولة بأن تكون راعي نزيه بعد أن انتقلت من كونها راعي نزيه إلى كونها إلا تبني موقف طرف على طرف آخر وبالتالي فقدت هذه الخاصية كراعي نزيه ولم تعد مهيئة لأن تقوم بهذا الدور ولهذا السبب نحن قلنا بأن فلسطين ودولة فلسطين لن تقبل على الإطلاق بالعودة إلى الوضع الذي كان وبسماح للإدارة الأمريكية بأن تلعب هذا الدور الخاص وبناء عليه نحن نقول وكوننا أننا نرفض الرعاية المطلقة الأمريكية يجب أن نقترح بديل والبديل الذي نقترحه هي رعاية دولية متعددة للأطراف بحيث تشمل عديد الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية لأننا نستطيع أن نقصي بمتحدة الأمريكية بشكل كامل ولكن هي جزء من مجموع تتحمل هذه الدول مسؤولية توفير المناخ المناسب للعودة إلى المفاوضات وتوفير الضمانات الكافية لكي تخرج هذه المفاوضات وفق تاريخ زمني محدد لنتائج تسمح بإنهاء الاحتلال وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها هذه هي الرؤية الفلسطينية وهذا ما قدم السيد الرئيس اليوم في خطابه أمام مجلس الأمن كما قدموا أيضا في خطاباته السابقة كان ذلك في المجلس المركزي في رمالة أو كان ذلك أمام غزراء خارجي التحاد الأوروبي في بروكسل أو في القمة الاستثنائية لونظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول أو أمام قمة الاتحاد الأفريقي في أديس وفي أي مكان كان يلتقي فيه مع مسؤولين على مستوى الإقليم أو على المستوى الدولي إذن نحن الآن نرفض الآلية السابقة ونقترح في المقابل آلية جديدة نعتقد بأن هناك قبولا من قبل المجتمع الدولي لهذه الآلية الجديدة لأنها تخرج الاحتكار الأمريكي وتسمح بإقحام مجموعة من الدول والتجمعات الإقليمية لكي تلعب دورا رئيسا في البحث عن الآلية المناسبة للعودة إلى المفاوضات هذا هو المقترح للفلسطيني من يمكن أن يكون ضمن هذه الآلية الجديدة؟ هل تتحدثون عن إطار أوسع من الربعية؟ هل سيضم أوروبيين قوى إقليمية؟ أم نتحدث فقط عن ربما عودة إلى دور أكبر للربعية؟ نحن لا نريد أيضا أن نحتكر الفكرة وإنما نحن نطرحها ونسمح لأنفسنا لأن نكون جزءا من التفكير الجماعي الذي قد يحدد مثل هذه الآليات إذا ما سئلنا نحن نقول لا نمانع بأن تكون الربعية زائد زائد موسعة بحيث تشمل بعض الدول العربية بعض الدول الإسلامية الصين الشعبية قد تكون الهند قد تكون اليابان قد تكون البرازيل قد تكون أفريقيا الجنوبية جنوب أفريقيا هذه بعض الدول التي نقترحها إذا هذا ليس بالإمكان قد نقترح تشكيلة مجلس الأمن الحالي بحيث يتحمل مسؤولياته كمجلس الأمن إذا هذا أيضا غير مقبول قد يكون أي تجمع أو أي تركيبة أخرى نحن لا نمانع بها مدامة هذه التركيبة هذه المجموعة الإقليمية سوف تلتزم بالمرجعيات المطرف بها وتكون مرجعياتها هي القرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية وتعمل ضمن صقف زمني على أساس أن حل الدولتين بأن في نهاية المطاف يجب أن يكون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على عدود سبعة ستين والقدس الشرقية على عاصمة لها ضمن هذه الأطر الناظمة نحن نمانع بالتركيبة التي قد تخرج عن ذلك كيف نصل إلى هذه التركيبة نحن أيضا اقترحنا وقلر على السيد الرئيس بمؤتمر دولي قد يعقد حتى نهاية هذا العام هذا المؤتمر الدولي قد يكون على شاكلة أو متابعة لي المؤتمر باريس الذي عقد في يناير عام 2017 أو على شاكلة مؤتمر باريس مؤتمر موسكو الذي لم يعقد أو أي مؤتمر آخر قد يعمل به لهذه الغاية تحديدا بحيث يتم توجيه الدعوة لكل الدول التي تريد أن تكون موجودة في هذا المؤتمر وهي مهتمة بأن يكون لها دور ناظم لهذا المؤتمر ويخرج عنها هذه المجموعة أو الدول التي تريد أن تتحمل المسؤولية الأكبر في تحضير العودة للمفاوضات وفق هذه الأسلس التي تحدثت تحدثت عن الدعوة لمؤتمر دولي لقضية الفلسطينية أيضا تحدث الرئيس الفلسطيني حول ذلك تحدث عن إطار زمني محدد للمفاوضات لتنفيذ ما يخرج عن هذه المفاوضات عمليا يعني هذا عودة إلى المربع السابق وهو مفاوضات من أجل التوصل إلى حلول بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما المختلف هذه المرة وهناك عودة لتجريب ما تم تجربه في السابق لأكثر من أقضاء ونصف ما هو البديل نحن قبل أن نأتي إلى وتبني فكرة البفاوضات نحن تترقنا أبواب أخرى بختلفة بما فيها الكفاح المسلح وأنهم تدركون ذلك وشهدنا نتائج ذلك في أكثر من مرحلة وفي أكثر من مواجهة نحن نقتنع تماما بأن خياراتنا أصبحت محدودة أولا نحن نريد أن ننهي حالة التفوق الإسرائيلي علينا بالمفهوم العسكري وهو تفوق واضح والجميع يقربه ليس فقط تفوقا علينا وأنه تفوقا على كل الدول العربية أجمع وبالتالي من أجل إخراج هذا التفوق العسكري الإسرائيلي من العملية برمتها من هذه اللعبة برمتها يجب أن نتبنى مفهوم الصراع والبحث عن مخارج الصراع بإطار سياسي ديبلوماسي وقانوني وهذا يعني بأن إسرائيل لا تستطيع أن تستعمل هذا التفوق العسكري الإسرائيلي في هذه المواجهة وفي هذه المجابهة وإنما تفقد هذا التفوق لكي تجد نفسها تواجهنا في مجلس الأمن كما حدث هذا اليوم أو تواجهنا في الجمعية العامة حيث كانت تصويت في العشرين من ديسمبر قبل شهرين أو في محكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أو في مجلس حقوق الإنسان أو في أي مكان آخر أو في اليونسكو إلى آخره إذن هناك لا تستطيع هناك ليس هناك في هذه المؤسسات لا يوجد تفوق لإسرائيل علينا هذا التفوق العسكري وإنما نحن قد نجد أنفسنا في مواجهة نستطيع أن نستخدم إمكانياتنا علاقاتنا مع الدول من أجل تحصيل هذه الحقوق وبالتالي بالتأكيد نحن نقول بكل وضوح نحن لا نريد أن نعود إلى تجربة سابقة تجربة الانتفاضات الأولى والثانية ولا نريد أيضا العودة إلى الكفاح المسلح الذي أفقدنا كل الإمكانياتنا والدعم الدولي هناك وإنما نحن نؤكد على التزامنا بالعملية السياسية العودة إلى المفاوضات وفق الأسس والمرشعيات الدولية والشرعية الدولية ولكن في نفس الوقت أيضا نؤكد على حقيتنا في المقاومة الشعبية السلمية على الأرض وهذا مهم وفي استمرار هذه المقاومة على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى القانوني ونحن لن نتواقف على الإطلاق بل على العكس أنتم قد تكونوا قد شهدتم هذا الحراك الدبلوماسي والقانوني الفلسطيني على أكثر من صعيد وحتى اندماجنا في ودخولنا في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الهدف الأساسي منها شيئين الشيء الأول هو هو تحصين هذه الشخصية القانونية والاعتبارية لدولة فلسطين على اعتبار أنها أصبحت مقبولة على المستوى الدولي وأصبحت جزءا من هذه المنظومة الدولية وهذا مهم جدا والنقطة الثانية كيفية الاستفادة من هذه العضوية في هذه الاتفاقيات والمعاهدات لصالح الموقف الفلسطيني ومن أجل إحراج الموقف الإسرائيلي وحتى أيضا إجباره على تقديم التنازلات إذن نحن لازلنا نبحث عن كل هذه الإمكانيات استغلالها لصالحنا وهذه هي طبيعة المقاومة وطبيعة المرحلة وطبيعة الصراع نحن نقلنا هذا الصراع إلى مستويات إسرائيل لا تريدها على الإطلاق لأن هذه المستويات إسرائيل تخسر فيها بشكل واضح فهي إسرائيل تريد أن تبقينا دائما على مستوى الصراع العسكري بحيث أنها تقول بأنها تدافع نفسها ضد صاروخ يأتي من غزة أو سكين يأتي من طفل وبالتالي تستعمل كل قدراتها العسكرية من أجل البطش بنا والقضاء على كل إمكانياتنا وتدمير كل مقوماتنا الذاتية إذن نحن نريد أن نفقدها هذه الميزة وهذه القاصية من خلال نقلها إلى مواجهة على مستوى آخر مختلف هذا هو الذكاء وهذه هي الحنكة وهذا هو هذه المسؤولية في فعلا وضع إسرائيل في المواجهة وفي عزلها على المستوى الدولي من خلال إظهار للمجتمع الدولي أن إسرائيل لا تريد السلام إسرائيل غير قادرة على دفاع عن نفسها على المستوى القانوني وعلى المستوى الأخلاقي أو على المستوى الدبلوناسي تحدثت عن أسولاتي الذي عين من قبل هذه الإدارة الأمريكية كان هناك الكثير من حديث عن ما أصبح يوصف بصفقة القرن المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط قال إن الفلسطينيين ليسوا أصحاب القرار فيما يتعلق بصفقة القرن أين السلطة الفلسطينية من التجاذبات الحادة في ظل هذا الموقف الأمريكي وفي ظل هذا الحديث عن صفقة القرن يعني بعد مرات نحن نضحك من هذه التصريحات الهزلية التي تصدر عن بعض هؤلاء الهواء في علم السياسة حقيقة هم هو لا يفقهون في السياسة شيء أو في التاريخ شيء وإنما يأتوا من خلفية رجال أعمال لكي يعتقدوا بأنهم يستطيعون أن يتعاملوا مع هذا الوضع كأي صفقة عادية وبالتالي نحن لا نريد أيضا أن نستنفذ أنفسنا في الرد على مثل هذه التعابير ولكن نحن نقول لهم نتحداهم إن تمكنوا من تقديم أي صفقة وأن يوافق عليها أي أحد في الإقليم تنتقس من القدس ولا تعتبر القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين أو تقبل بأن تكون القدس بكل مقدساتها هي جزء من إسرائيل وعاصمة لدولة إسرائيل أتحدى هذه الإدارة الأنبيكية وهذا الثلاثي أن ينجح في أن يحصل مسؤولا عربيا أو إسلاميا واحدا يوافق على هذه المقترحات إن كانت هذه المقترحات تتضمن إخراج القدس والمقدسات من السيادة الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية تحدث عن الإقليم وما تريده هذه الإدارة الأمريكية من ربما بعض دول الإقليم ما الذي تريدونه من الدول العربية خاصة تلك الفاعلة في القضية الفلسطينية عندما تقول عمان على سبيل المثال وساطة واشنطن شر لا بد من خاصة دول عربية نحن لن نتعامل مع هذه الدول العربية وفق ما يصدر عن وسائل الإعلام مع كل احترامنا لوسائل الإعلام وإنما نحن نتعامل مع هذه الدول العربية وفق النقاشات التي تدور بيننا بشكل ثنائي أو ثلاثي أو شماعي ونحن نتحاور ومنذ فترة طويلة مع هذه الدول العربية الشقيقة حول هذه المواقف وهناك تنسيق على أعلى المستويات كان ذلك مع المملكة الأوردين اللاجيمية تحديداً ما بين الرئيس محمود عباس مع أخيه جلات الملك عبدالله الثاني بن حسين أو أنا مع أخي أيمن الصفدي أو على أي مستوى من هذه المستويات وبالتالي نحن لدينا أي شك على الإطلاق من الموقف الأردني الموقف القوي الواضح بخصوص القدس والرافض للقرار الرئيس ترامب فيما يتعلق باعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل نفس الشيء هو بالنسبة للجمهورية المصر العربية وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخ سامح شكري وكل المسؤولين المصريين أيضاً في مدعلق بالمملكة العربية السعودية جلالة الملك سلمان سمو الأمير محمد بن سلمان أخي عدل الجبير كل هؤلاء مواقفهم جداً واضحة يكفيك فقط أن تنظر إلى القرارات التي تصدر عن جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وآخرها الاجتماع الأخير الذي تم قبل عدة أيام في القاهرة حول هذا الخصوص نحن مرتاحون تماماً من هذه الأليات الموجودة التي تنسق الموقف العربي بشكل جيد فيما يتعلق بهذا الموضوع ونحن أيضاً مستمرون في مثل هذا التنسيق على المستوى الإسلامي نفس الشيء نحن نسق مع منظمة التعاون الإسلامي وقبل أيام أنا كنت في تركيا والتقيت مع أخي مولود شويش أغلو بحكم أنهم رئاسة القمة الإسلامية لتفكير في وضع الألية المناسمة لتنفيذ القرارات التي صدرت عن القمة الإسلاثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي هكذا نعمل وأيضاً في حركة المنحياز وفي كل الأليات الموجودة والمتبعة نحن لا يرودنا أي شك على الإطلاق في هذا الموقف العربي والإسلامي بغض النظر عما يقال من جهات إسرائيلية التي تحاول أن تشوش على هذا التنسيق العربي بأن هناك علاقات سرية إسرائيلية عربية لا يمكن الحديث عنها ونحن نتعداهم عن يقول ذلك أو عندما تتحدث الإدارة الأمريكية ويقول نحن غير معنيون بالتنسيق مع فلسطين لأننا في النهاية الاتفاق هو مع الإقليم وبعد الاتفاق مع الإقليم قد يأتي الدور الفلسطيني أعتقد أن هذه الرؤية هي رؤية خاطئة رؤية خاشلة وشوف تثبت فشلها للإطلاق وعليه نحن نراقب مثل هذه المواقف ومثل هذه التصرفات الإسرائيلية الأمريكية التي تحاول أن تشوش على الإطار التنسيقي العربي العربي أو العربي الإسلامي وبشقه الفلسطيني الأساس ونحن مدركون من خلال العلاقتنا المباشرة مع كل دولة على حدة بأن هذه المواقف هي مواقف ملتزمة ثابتة قوية شجاعة باتجاه القضية الفلسطينية وعبرت عنها ليس فقط معنا وإنما في العلن وأيضا مع الإدارة الأمريكية وبالتالي بغض النظر عما يقال أو يشاع نحن لا نعير ذلك أي اهتمام بقدر ما أننا نركز على أهمية هذا التنصيق وأريد أن أؤكد أننا في السادس والعشرين من هذا الشهر أن اللجنة السوداسية العربية التي انبثقت عن المجلس الجامع على المستوى الوزاري دعيت للقاء مع الـ 28 وزير خارجية أوروبي في بروكسل وهناك أيضا سوف يستمع الـ 28 وزير خارجية أوروبي مواقف عربية قوية دائمة للموقف الفلسطيني ليس فقط أن الموقف الفلسطيني الذي سوف يعبر عنه وزير الخارجية سوف يكون هو الموقف القوي وإنما أيضا سوف يسمع نفس هذا الموقف القوي الفلسطيني معبرا عنه من قبل وزير خارجية السعودية الإمارات الأردن الكويت المغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية وهذا مهم جدا لكي تخرج كل هذه الشكوك التي تحاول أن تشوه هذا الموقف العربي أو هذا الموقف الإسلامي على الإطلاق ماذا عن الموقف الأوروبي؟ هناك دعوة لبعض الدول أو للدول الأوروبية التي لم تعترف بفلسطين الاعتراف بفلسطين الآن هل تنتظرون موقف أكثر صرامة فيما يتعلق بأقضية الفلسطينية؟ خاصة وأننا رأينا هذا الموقف المتشدد من قرارات ترامب الأخيرة؟ رأينا موقف شبه موحد من القارة الأوروبية؟ يعني لنأخذ القضايا هذه كلها قضية قضية أولا الاتحاد الأوروبي كان دائما يتحجج بأن الاعتراف بفلسطين يجب أن يأتي ضمن رؤية جماعية الآن يتركوا تركوا لكل دولة الحق في اتخاذ مثل هذه الخطوة بالاعتراف وأنتم سمعتم بأن سلوفينيا تتحضر مثل هذا الاعتراف ونحن نعمل مع دول أخرى أوروبية من أجل أيضا اعترافات بدولة فلسطين خلال هذا العام وبالتالي موضوع الاعتراف هو موضوع مستمر غير ثابت متحرك ويأخذ بعض الوقت ولكن هناك أصبحت قناعة من قبل كثير من هذه الدول بأنها أخذت القرار بالاعتراف ولكنها تنتظر الوقت المناسب للإعلان عن مثل هذا الاعتراف هذه هي النقطة الأولى نقطة ثانية وهو أن الاتحاد الأوروبي وقيادته الحالية خاصة الشابة منها ونحن نرى الآن هناك قيادات شابة في داخل الاتحاد الأوروبي أصبحت تشعر بأنها يجب أن تأخذ دورا أكثر استقلالية كأوروبا عن الهيمنة والنفوذ الأمريكي وأن تلعب دورا محوريا في الأزمات الإقليمية والدولية بما فيها القضية الفلسطينية وبالتالي نحن نتوقع من هذه القيادات الشابة الأوروبية أن تلعب مثل هذا الدور خلال الأسبوع والأشهر القادمة ونحن متفائلون حيال مثل هذه القطوة وهذه نحن نعتبرها أيضا قضية مهمة الآن بالتأكيد زيارتنا لروسيا كانت زيارة مهمة ماذا عن ملك المصالحة الآن وأين وصل في ظل انتقادات إسرائيلية بأن هذا الموضوع أو حجج إسرائيلية بأن الانقسام الفلسطيني هو أحد الأسباب عدم التوجه إلى طاولة المفاوضات أو عدم تحقيق عملية السلام إسرائيل تستطيع أن تدعي ما تريد وتستطيع أن تبحث عن الحجج التي تريد قد تأتي لتقول بأن لون شعرك أو لون عيونك لا يعجبها وبالتالي لن تقبل أن تجلس معهم على طاولة المفاوضات حتى يتغير لون عيونك قد تكون بعض هذه الأسباب غير المنطقية ولكن هذه هي إسرائيل إسرائيل دائما تبحث عن الحجج لكي تتهرب من استحقاق العملية السياسية والجلوس والمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ومن أجل الإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود السبع السبع والقدس الشرقية عاصمة لها إذن هذا هو طبيعة مثل هذا الوضع إسرائيل تستطيع أن تستمر للقول في كل ذلك وبالتالي أن تقول بأن هناك الانقسام وعدم وجود المصالحة هو مورر لعدم التفاوض مع الفلسطينيين هذا دعاء مرفوض وغير منطقي وحتى هزلي وكثير من المسرحيات الهزلية أن نشاهدها الآن من قبل الكثير من القادة والسياسيين في منطقتنا وفي العالم أجمع للأسف الشديد فيما يتعلق بموضوع المصالحة نحن ملتزمون به مصرون عليه ونعتقد بالنسبة لنا هذا شيء استراتيجي يدعم القضية الفلسطينية ويدعم الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي لن يكون هناك تراجع في الالتزام بالعملية المصالحة رغم النكسات التي تمت خلال الفترة الأخيرة وعدم تحقيق تقدم المطلوب على مستوى المصالحة ولكن هناك تعليمات واضحة من قبل القيادة الفلسطينية من قبل السيد الرئيس محمود عباس بالاسترام باستمرار في مثل هذه الجهود لأنه ليست لدينا خيار آخر سؤال الأخير وأرجو أن لا تجد هذا السؤال تشاؤمي هل مازال هناك أمل لحل الدولتين في ظل ما تقوم به إسرائيل من إجراءات على الأرض سواء مواصلة الاستطان فرض المزيد من الحصار الحواجز التي تقطع أوصال المدن الفلسطينية فيها أم أن القضية برمتها تتجه نحو حل الدولة الواحدة ما هي خيارات السلطة الفلسطينية فيما إذا فشلت المفاوضات واستمرت إسرائيل فيما تقوم به نحن لا زلنا ملتزمين بحل الدولتين وهو الالتزام الدولي الذي عليه إجمع دولي الآن نحن لا نريد أن نكون الواحدين الذي يغرد خارج السرب ليقول بأننا مع حل الدولتين بينما العالم أجمع يدير ظهره لموضوع حل الدولتين نحن لازم نعتقد أن حل الدولتين هو الحل المتوافق عليه دوليا سمعنا ذلك من خلال مداخلات العديد من الدول اليوم في مجلس الأمن بما فيها الأمن العام للأمم المتحدة سيد بوتيريش وبالتالي نحن على قناعة بأننا يجب أن نبدو الجهد أكبر كمجتمع دولي من أجل حفاظ حل الدولتين من أجل حماية حل الدولتين ومن أجل العمل على تنفيذ وتحقيق حل الدولتين الآن إسرائيل تتهرب من هذا الموضوع بشكل واضح ونحن نقول دائما لإسرائيل والمجتمع الدولي في حال أن حل الدولتين لم يعد قائما فما هو الخيار الآخر الخيار الآخر كما يقول سيد الرئيس هناك مساران المسار الأول وهو المسار الديمقراطي الذي يقول بأن لكل إنسان صوت وبالتالي هذا يعني الديمقراطية الديمغرافية التي تعني بأننا سوف نكون كفلسطينيين الأغلبية في فلسطين التاريخية خلال عام أو أكثر وهذا يعني بأننا نستطيع أن نستعيد كل أرض فلسطيني التاريخية من خلال العملية الديمقراطية وعبر هذا التعدد الديمقراطي هذا لن تقبل به إسرائيل لأن ذلك يعني نهاية لدولة إسرائيل المسار الآخر وهو المسار الغير الديمقراطي وهو المسار القائم حاليا بمعنى أن تكون هناك دولة بنظامين دولة واحدة ولكن بنظامين نظام خاص مخصص للإسرائيليين اليهود ونظام مخصص للفلسطينيين هذا النظام هو نظام التفرق العنصرية نظام الأبارتايد نحن لن نقبل به ونحن نعتقد بأن العديد من الدول لن تقبل به إذن المسار الأول في حل الدولة الواحدة لن تقبل به إسرائيل والمصاري الثاني في حل الدولة الواحدة لن تقبل به فلسطين والعديد من الدول إذن يجب أن ننهي التفكير بمصاري حل الدولة الواحدة ونعود للتأكيد على مصاري حل الدولتين هذا يتطلب مننا أن تكون هناك ثقة أكثر بحل الدولتين وعمل أكثر في حل الدولتين والتزام من قبل العالم بحل الدولتين وإلزام الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين وحتى إسرائيل بحل الدولتين لأننا لا يوجد لدينا أي خير آخر إلا حل الدولتين وبالتالي يجب أن نعمل على ذلك نحن على قناعة بأن المجتمع الدولي متفاهم تماماً بمثل ذلك وتطلب الأمر حوالي خمسين عام من أجل تشكيل مثل هذا الإجماع الدولي حول حل الدولتين لا نستطيع التفريط به بهذه السهولة لأن رئيس ترامب يقول حل الدولتين حل دولة واحدة كما تريدون وكأنه لا يهمه الأمر أو أن نقبل بهذا التهرب الإسرائيلي الذي يريد أن يتهرب من موضوع حل الدولتين يجب أن يكون هذا استحقاق دولي يجب أن يكون عليه إجماع دولي ويجب أن يترجم ذلك من قرارات الأمم المتحدة التي تلزم العالم أجمع بالاتزام بحل الدولتين والعمل وفق حل الدولتين معالي وزير خارجية دولة فلسطين دكتور رياض أمالكي شكراً جزيلاً لك وأعزائنا المشاهدين شكراً جزيلاً للمتابعة إلى حلقة جديدة أنتم بخير